فمين ده اللي بيبكي ومين اللي بيعطي ايه بالكلام ده عيب يجب ان يكون هناك احترام حتى في الاختلاف يجب ان يكون هناك احترام النبي الاهلي لا يبكي ابدا ولا اعلامه ولا جمهوره ولكن بنوصل الحق او بنوصل ان هناك نقطة مظلمة مش نقطة نقطة جبيرة جدا مظلمة عندنا وبنقول للعالم كله بصوا اين بيحصل هنا وعندما تتحدث عن كبير القرى يجب ان تتحدث باحترام كبير القرى بجد مش مجرد كلام كبير القرى بالارقام بالبطولات بالانجازات بالشعبية ده شعبية جمهور النادي الاهلي انا بس مش عايز ايه اتكلم في هذا الامر ولكن مش فرق معايا بطولة ولا يفرق معايا الكلام ده خالص انا بطولة ايه طولة ايه يا جماعة اللي تتكلموا عنها احنا لا نتكلم عن بطولات ولكن هنا بنتكلم عن حق وعدل يجب ان يتم تطبيقه مش مجرد كلامه بيحصل وخلاص على العكس ان المفروض ان الكل يقف ضد الفساد ضد الفساد اللي بيحصل في اي حت في اي حت كابتن صالح سليم الله يرحمه هذا الرمز الكبير والعظيم قال انا لا احب ان ارى الاهلي مهزوم من فحقه مش موضوع بطولات خالص احنا البطولات يا جماعة يعني انا ممكن ردي ضهري من كتر البطولات اللي انا اخدتها مش انا اسلام جمهور الاهلي كله فرقش معاه ولكن لو حقي حفظه نجري وراء الغاية الغاية لما ولو خلاص خلاص هتلعب في المجرب ربنا يسهل بقى ونشوف ساعته هنعمل ايه لو ده حصل هتلاقي كل جمهور الناد الاهلي بيساند فرقته وكل جمهور الناد الاهلي وقف مع فرقته باحترام وبأدب وبأخلاق عمرنا ما هنغلط في حد عمرنا ما هنجري وراء ترند عمرنا ما هنقول الكلام اللي البعض بيحاول يوصدنا يقوله بس انا بحاول ارد بالأدب والاحترام والأخلاق اللي احنا متعودين منها او متعودين عليها داخل النادي الاهلي اللي احنا متعودين منها